هذا الفيديو سريع مقارنة بين القطع والدماء النطقي طبعا تكلمت فيها باليوتيوب كثير قلت باليوتيوب احمد الحقيل مقارنة بين القطع والدماء بس قلت فيه هذه الميزة اللي حطيناها الانستغرام الجديدة اللي هي تصوير بشكل عمودي كأنك تفرج التلفزيون كنت خلت تجربها بمقطع زي هذا الان انا داخل في الموقع البريد بس بدخل على نسب اي حصام من خيل الجمال او خيل اه خنقول ابناءها حققها في الجمال سواء في الشقاب الريان الى اخرها اي حصام مصري او بوليش حقق في مسابقات الجمال او ابناء حققوا في مسابقات الاجمال الجمال كل ما عليك فعله طبعا اشياء التالية طبعا كنت تكلمت فيها قبل مقاطعة قديمة زي ما قلت بس خنسويها الان دهما تقول للشخص افعل كده وكده وكده انت افعلها له او انت افعلها عنه كنوع من التوضيح تهانا سيت نسب احصان فرضا اه العديد الشقاب او العديد الشقاب سما ما شئت ابغاء اروح اللي الصور احط فوتوز يطلع لك صور الحصان ان وجد طبعا في الموقع وصور اباء زي كده طبعا بعض الاباء او الامهات قد ما ما توفر صورة فما ما يكون في صورة وقد تتوفر لبقى تشوفه طبعا هو احصان هنا ثم تلاحظ الاباء او الامهات الفحل او الامة او الامة او الفحل لاحظ الاباء القريبين مثلا نشوف هنا تركيبة تركيبة جمال اللي هو انساته حليمشاه هذا الاسم اشتعموا بوضع في الكاميرا بس انساته حليمشاه تركيبة تركيبة جمال ولا كذلك اه الجدري بعده تقريبا كلها خيل اه يعني فيها شوي مي بحسن منها طبعا هو حسن منها في الجمال لكنها فيها تنبلع من الجمال اللي انا اللي كنت داما اتكلم فيه سواء ذكرته في كتاب او في المقاطع هو بالبساطة انك تجيب حصان بطل جمال او ابناء ابطال جمال وتشوف صور اباءه وامهاته قبل مئة سنة تقريبا في مصر او في بولندا بتلاحظ ان اباءه وامهاته قبل مئة سنة او ثمانين سنة اقرب للخيل الجزيرية الحالية منه مما يعني ان الخيل المصرية او البولندية نفسها مبس الجزيرية لم تكن بالشكل هذا ان الشكل اللي تشوفه ذا حديث ما كان موجود في الماضي من فقط بخيل جزيرية العربية الحقيقية يعني حتى خيل الجمال لم تكن بالشكل ذا تغيرت مع الوقت طبعا زي ما قلنا تغير ايجابي في نظر اهل الجمال أنهم طوروا وخيرها حسنوها تغير سلبي في نظر أهل الركوب أنهم ضعفوا وخيرها ضعيفة لكن المتفق علينا تغيرت يعني نختلف لماذا تغيرت البعض يرى ميزة في مجاله وتخصصه البعض يرى عيب في مجاله وتخصصه لكن المتفق علينا تغيرت وهذا واقع مرئي بالعين المجرد طبعا أنا ذكرت باليوتيوب وشرعت بصور بسيء زي ما قلت تطبيق فوري عشان زي ما قلت نجرب الميزة اللي حطتها للإنستجرام 24 ساعة يروح أو يستمر إلى الأبد لكن بالعضاء هذا أول مرة أصور فأشيك الآن شف هذا الحصان هذا أبوه جدّل قريب هذا إنساته ابن حليمة هذا إنساته حليمشاه الآن كل اللي بسويه لاحظ بص بعيد بنزل آخر شيء الأجداد القديمة مرة الآن شف آباءه وأمهاته هذه من أمهات الحصان اللي فوق ذه هذه من أمهاته أو هذا يمكن أبوه فحل فرس ما مجيدة لا حد تركيبة بنت رسالة من أمهات الحصان اللي قلبوا سوي هذه أمة بنت رسالة الآن حكم عقلك وحكم ضميرك لو خدت الصورة هذه بدونها تقول إنها أم العديدة الشاقة بدونها تقول إنها أم حصان مصري أصيلي إلى آخره بس خذ الصورة هذه وورها أي شخص في مجلس خيل سيقول لك هذه فرس بدوية قديمة أو فرس تربد وإلا لو خدت الصورة ذي قصيتها كما هي ووريتها الشخص في مجلس أهل خيل حاليا في الوقت الحالي إما أنه يقول ما يبع عربية أو أنه يقول عربية قديمة يستحلكك عربية يعني من العربي الموجود حاليا العربي التايواني خنقول أو المخشوش طب هذي من أمهاته هذه وهذي أمهات 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 زيادة هذا أمهات هذا أمهات هذا ووضحت الفكرة هذا أبوه طبعا هذا جدة الآن الأب والجد التركيبة هذه وهو طبعا منهم بس هنا مبوضع هذه التركيبة جايب جايب الوجه لكن لها مقاطعة طبعا هو كثيرة أنزل تحت سواء هو أي حصان ثاني جايب في الجمال بس أنا يعني خدت أقرب مثل هذي أمهاتها شف شف لا ليك تشفت حصان الجمال بالتركيبة هذه في الوقت الحالي شف كتوفها كيف عضل من عندها إلى حد ما حتى الشوال والفنس شوية يعني مقبولة عندهم ومزل يقبوا شوية لحظ هذي بنت ريالة بنت ريالة ولا بنت ريالة شف شف التركيبة قص الصورة دي وعطها الله خير شكوين عنها خلقتها لك واحدة بعد صدمة زيادة مثلا نتبع أن صورناها اللي قوي شوي هذي شرايك في الصورة اسمي عبيا ثلاثة عبيا ثري بس ما راح يبين الاسم الاسم طبعا يكون مكتوب فوق هنا طبعا تطبق الموضوع بنفسك تروح للأول بريت أو أي حتى شهادة الحصان نفسها إذا كانت عندك شهادة تستطيع الحصول على صور أباء وأمهات الحصان من خلال موقع نفسه أو أي موقع آخر شف فقط أباء وأمهات الحصان القدماء يعني اللي بأبيض وشفت زي كده مهم القريبين منه البعيدين بتلاحظ كل ماله يعني كل ما بعت عنه كل ما صار الأم أو الأب يختلف اختلاف جذري عنه وكل ما قربت منه تلاحظ أنه قريب منها عيد وكرر هل هذا ميزة أو عيب؟ هذا نقاش آخر موضوع آخر تماما يعني مقطع آخر نعم هو ميزة عند راعي الجمال لأنه يارى أن نطور الخيل وحسنها في اللي يسميه جمال لكن في نظمة راعي الركوب يارى أنك خرب توقعات الخيل عربية قوية وخيل فعل الآن صارت خيل بشكل فقط هذا برضو رأي ولكن اللي المتفق عليه واللي لا يقبل النقاش لعيونك تشوفه الآن أن هذا أو بالأحرى هذه أمه صانقة بشوي وبأي طريقة تفكير بأي أسلوب بأي منطقة بأي مكان بأي دين هذا الفرص أو صارني بالتركيبة هذه أقرب للجزيري الحالي من أبناء وبناته في مسابقات الجمال اللي هم زي كذا أو زي كذا أو زي كذا طبعا الموضوع زي ما قلت أنا حطيته بس المقطع كنت أبغى أجرب الميزة اللي في الانستجرام زي ما قلت والمفروض يكون الفيديو عمودي فقلت خلت أجل الفيديو عن المقطع هذا واشوف صار الموضوع يستمر المقطع يستمر ما يمسح فكرة حلوة لا تستطيع وضع بعض المقاطع كتوثيق إن كان لأولا يمسح بعد 24 ساعة ما لها معنى أنك تحط بالانستجرام واليكم يروح تحط باليوتيوب أفضل لكن طبعا الموضوع هذا بالتفصيل موجود في اليوتيوب مقاطع طويل جدا اكتب اليوتيوب أحمد الحقيل مقارنة بين القطع والدماء أو داخل القناة تلاحظ قائمة تشغيل اسمها مقارنة بين القطع والدماء بعضها شرح فقط نظري وبعضها تطبيقي يعني أوريك زي كده الصور لكن هذه المقطع دام يستويشه إنه مباشر كاي سوي قدامك يعني دام أجيب لك مجلة أو كتاب وأوريك صورة حصان عربي قديم ثم أقول لك قارنة بعياله وأبناء الحالية وإنه أقرب الخيل الجزيرية الحالية ثم أوريك صورة مثلا حصان عربي قديم عند البدو في الماضي وأوريك أنه أقرب الخيل الجزيرية الحالية من الخيل الجمال أوك لا ولا هذا قدامك حصان هذا هو هذا أبوه هذا جده ونروح لآخر شي ثم نقول لك هذه مثلا فرضا جدته واني راح نلقى بشوي هاي جدته هاي جدته الدعوة عين الدعوة عقل الدعوة منطق ما لا يعني الموضوع هذا أو النقطة هذه ما ندخل في فهم الخيل ما ندخل من الشخص يكون فهم في الخيل أو خبير في الخيل أو غشيم في الخيل هذا له دخل بطريقة التفكير يعني نجيب شخص من الشارع وره الكلام اللي يدكر هنا إنه شيء مرئي بعين مجرده ما يحتاج يفهم في الخيل عشان يعرف الفرق بالشكل اللي واضح قدامك أما الدم نقطة أخرى صفاء الدم من عدم نقطة أخرى هنا حصان مصري فأكيد دم وصافي لأنه يرجع لك دمه إلى الخيل الجزيرية الآن طبق دم سونا المقطع خنكمل الآن بما أن حصان مصري دم وصافي أصيل خننتطرق للبولش جب حصان بولش أحسن من الصان هالي وفي مسابقات الجمال العيالة حققوا أكثر لكن دمه ممعروف ستلاحظ أنه بعد ثلاثة أو أربع صور يتوقفون عن الصور ما يورنك صور زيادة لأباء وأمهاته لأن أصلاً أباء وأمهاته ممسجلة يكتبلك عربي أصيل ما يعدك اسم الأبو بينما هو لو تلاحظ يوصلك وين إلى الجزيرة عربية جميع الدماء القديمة عندك هذه بعضها يرجع لقبائل معينة في زيارة العرب فهذا مميشة الحصان المصري عن الحصان البولندي من ناحة الدم أنه صح أنه عايش في مصر وأقل أصالة من الحصان العربي الجزيري لكنه أقرب لخيل العربية الجزيرية من أي دماء أخرى فهو أصيل أما البولش دمه مضلوب مبصافي لكن من ناحة التركيبة خيل الجمال الحالية تختلف اختلاف جذري عن الخيل القديمة من آباءها وأمهاتها كما ترى أمهاتها